صراع مرير على مزيد من النفوذ والسيطرة على السلطة وموارد العراق الاقتصادية هكذا وصفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية حقيقة حملة التطهير التي يشنها أمن ميليشيا الحشد في إغلاق ما بات يطلق عليه بالمقرات الوهمية لفصائل تابعة لميليشيا الحشد الصحيفة الأمريكية أكدت وجود الجهات العليا تحاول توحيد السلطة وفرض الطابع المركزي لقيادة الفصائل الطائفية المسلحة فضلا عن أن حملة الإغلاق تلك تأتي كمحاولة لتلميع صورة الميليشيات بعد افتضاح الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الميليشيات الطائفية بدأت تنقلب ضد بعضها البعض وتتصارع الاستيلاء على الأراضي ونقاط العبور الحدودية وبقية الأعمال التجارية في ظل ارتفاع وطيرة الانقسامات الداخلية بين فصائلها والذي يمثل جزءا من صراع أوسع بين الأحزاب الشيعية التي تهي من على المشهد السياسي الحالي في العراق وتحديدا حالة التشرذم الحاصل بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة وطيرة الصراع بين الميليشيات الطائفية باتت واضحة للعيان بعد العقوبات الأمريكية على إيران التي تسببت من خفاض مستوى الدعم المالي المقدم لأذرع ووكلاء طهران في المنطقة ومنها العراق وهو ما تبلور على الأرض إلى شبه مواجهة بين من وحدتهم سابقا المعارك ضد مسلحي تنظيم الدولة وفرقتهم اليوم ندرة غنائم الحرب وغياب عدو خارجي وواضح والحاجة الملحة لتوفير الاحتياجات لنحو 150 ألف عنصر مسلح منضوينة داخل ما يقرب من 60 ميليشي وهو ما دفع هؤلاء للاستيلاء على الأراضي والسيطرة على نقاط العبور الحدودية وغيرها الصحيفة الأمريكية أكدت أن أي من قالت الأحزاب المرتبطة بإيران لا يريد الدخول في صراع مسلح مفتوح سيضعفها في النهاية وربما سيتخذ من التصعيد الأمريكي ضد إيران وسيلة وأداة لعالة توحيد الميليشيات الطائفية لصفوفها لمواجهة ما تعتبره تهديداً خارجياً لمشروع هلالها الطائفي في المنطقة ومنها العراق شكراً منيزهم بطال عراق